منسوبين للأظهر عشان تعرفوا ان برضو عندنا فيه أخطاء وعندنا فيه علماء لهم ملاهم عليهم انا مش بقول ان الأظهر منزل من السماء لا يا جماعة كل انسان لهم ملاهم عليهم اي حد انا شخصيا ليه أخطائي حضرتك لو صلحتها لي هتعمل حاجتين هتنبهن الخطأ وحتنقذ الناس على الهوى حصح خطأي على الهوى مفيش اي مشكلة وحتكسب لك عشر بواكه انا قلت الغلطة الواحدة بعشر تلاف جنيه لو قلت حاجة انا قلتها مخالفة للكتاب او سنة او لا اثر لها او لا دليل لديها في كتاب والسنة حضرتك قولي فحتقبض شيك بعشر تلاف جنيه واتعمد بعد كده الله يكرمه الدكتور رمضان عبد الرازق وقبطوا الشيك على الهوى وطلع الراجل امين ورحمة ديه لواحد فالمهم يعني خلينا نقول المهم الشيخ الجديد ده بقى اول مرة شوفه هو مش جديد بس اول مرة اخد بالي من خلال الاخبار اللي جات لي يعني يقولك القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان طب ده تعمل مع ايه ما هو بص بجد يعني ده تعمل مع ايه عشان بقى ايه انتو بس انتو متفرغين ليه انا انا متشكر جدا طبعا بس طبعا واحد بيقولك القرآن مش صالح لكل زمان ومكان الكلمة دي ليست دقيقة فين مؤلفة قلوبه فين الجزية فين مثلا الرق الرق مثلا كان موجود في القرآن ومقاش موجود يبقى ده صالح لكل زمان ومكان نقول لهو حضرتك انت لما انت صالح لهذا الزمان ولهذا المكان المشكلة انت لانت صالح لهذا الزمان ولا لهذا المكان للأسف ليه لان حضرتك مش عدم سقوط الحكم على حال المسلمين في زمن ما يعني انتفاء عموم النفع في القرآن وعموم الصلاحية اشرح الجملة يعني القرآن كريم هو بس مفهوش غير الرق القرآن الكريم مفهوش غير مؤلفة قلوبهم قل هو الله احد دي تصلح لكل زمان ومكان ولا رأيك يا مولانا فيها تعديل وإلهكم إله واحد الرأيك تنفع لكل زمان ومكان ولا ما تنفعش مثلا الله لا إله لهو الحي القيوم وحتى الآيات اللي انت ذكرتها انت عارف ايه التغيرات الزمنية اللي تحصل في الدنيا ايه البشر ده كل يوم بيعملوا قوانين اعجب من اللي قابليها انت عارف القوانين بتاعت البشر ممكن تحصل فيها ايه حد عارف اخر الزمن ممكن يحصل فيه ايه الله اعلم انا مش ببشر عليكم بس بقولك ان دوام الحال من المحال وفيه امور استجدد انت تصدق ان مثلا الرشوة فيها اعدام اهو ده الكلام ده بيطبق في الصين عادي خالص المرتشي بيتم اعداؤه اعدامه مثلا ومحدش يكلم سكتوم بكتوم محدش يقدر حتى يعترض ولا يقول لا يمين ولا شباد يعني انت لو تتبعت القوانين العجيبة اللي موجودة ومطبقة في بعض الدول حتلاقي ان الحدود الاسلامية دي ارقف واحسن وارحم واجمل والازم تكون بالنسبة للمقارنة بغيرها انت لو جيت تقارن حضرتك طب حضرتك لو جيت تقارن لص ولا مش لص امالك تتكلم على اللي اللي ضمر هيروشيما ونجازاكي بقنبلة نووية يلا هي وسكانها ومواشيها وزرعها وزرعها سياحة كده اه قول لي حضرتك امال ايه اللي حصل الابادة ده في الحرب العالمية التانية دي خده اربعين مليون في وشهم اربعين مليون قتيل اربعين مليون قتيل انت تتكلم تقول ايه فتقول تقول الجنة ايه بقى ف لازم تبقى عارف واخد بالك من حاجة انه في حاجة انه القرآن صالح لكل زمان ومكان انما الظرف متغير انما القرآن هو اللي صالح الظرف هو اللي ما بيكونش صالح في بعض الاحوال وفي بعض الاحكام انما عموم القرآن القرآن توحيد وتشريع وقصص يا ترى اصحاب الكهف دي قصة بقت فيرجا قديم لا تصلح للتدول النهاردة مثلا في نظرك يعني عشان القرآن غير صالح لكل زمان ومكان يا اخي عيب يا اخي يا اخي عيب اسمها عيب لما تطلع على الهوى او تطلع في برنامج ما تقولش كلام يؤخذ عليك وبعدين بتقول انا مستعد حد ينظرني حينظرك في ايه بس انا بس مش فاهم انت انتو ايه حكاية المناظر ايه يا اخي حكاية المناظرة اللي جات عالشعب كده كله عاوز ينظره بتاع ما بننظرش حد اقتنعت اقتنعت ما اقتنعتش التاخر على جنب خلاص بقى انما حكاية المناظرات ونظام الديكة دوت ويه ودوتي زحق ودوتي تفتف ودهي بقى عفوا ايه ودهي عفوا يعني الكلام ده خلاص بقى المناظرات دي كانت وخلصت انا حتى كنت اتدبست فيها زمان في كذا مناظرة وانتهت القصة على كده ما انش اعمل كده تاني خلاص انتهى فمن شقف ليؤمن ومن شقف ليكفر انما تطلع منك انت يا شيخ يا شيخ تطلع منك انت يا شيخ تيجي تقول القرآن مصالح لكل زمان ومكان طب خلي غيرك يقول الكلمة دي وانت عارف مين غيرك تقوم تطلع منك انت يا جماعة فاضحتونا والله انتو بتعملونا يعني بجد احنا زهقنا بقى كفاية كده لازم يكون فيه كود معين للحديث الديني على الهوى بالشكل دوت كده امر خطير فطلع مع حق حزيف وهو خايف والنبي عليه الصلاة والسلام قال له اقوام ون يهدون بها دينا ويستنون بسجناتنا وهم برئون من ولحد مصر قال له فاين ادركتهم فما افعل قال له عليك بجماعات المسلمين وامامهم بس ما عندناش حال غير كده قال له فاين لم يكن لهم جماعة ولا امام قال له اذا فعليك بخاصة نفسك وفي رواية بخويصة تصغير خاصة نفسك ولو انت عض باصل شجرة والتسع كدارك ولو انت عض باصل شجرة حتى يدريكك الموت وتلقوا له تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضلة اذا اهتديتم صدق الله العظيم